الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له والصلاة والسلام على خاتم النبوة والرسالة وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم البعث يوم القيامة أحبتي الكرام ما زلنا تحت ظلال رمضان فنسأل العلي القدير ونحن نعيش الأيام الأواسط من رمضان وجميعنا لاحظ كيف رمضان يهدهب سريعا فنسأل العلي القدير أن يجعل أول هذا الشهر رحمه وأوسطه مغفرة وآخره عطق من النار يا رب العالمين يا رب العالمين أحبتي الكرام موضوع حلقة اليوم حول الحسد والحسد وأحبتي الكرام في معناه هو تمني زوال النعمة على المحسود يعني كتب واحد أخذي لك كتمنى ذاك النعمة اللي عنده تزول الجيك نتق وهذا ليس من الإيمان النبي عليه الصلاة والسلام تقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه بالأكس كتفتاخر وكتفرح أني كتشوف الأخ ديلك فتاع لي الله في العمال وفي الدراسة وفي الأزواج ما تنفي زوج دير مع ولداته يعني كتشوف أحد الحاجة اللي هي الحمد لله طيبة فكتمنى أنها تدوم على الأخ ديلك بدل أن يفقدها وهو نوعاني أحبتي الكرام النوع الأول هو مذموم شنا هو النوع الأول؟ وكره العبدي النعمة على المحسود مطلقا أي نعمة كتشوفها على الآخر كتحزده الشي في الوظيفة بزيانة كتحزده شوف ترقى في الوظيفة كتحزده رزق الله ولدات كتحزده رزق الله زوجة صالحة كتحزده عطى الله الصحة طيبة كتحزده عليها هذا مذموم والحفا بيانا والعياد بالله لا الإنسان من كتشوف النعمة على الأخ ديال ما شاء الله لا قوة إلا بالله دائما ما شاء الله لا قوة إلا بالله الله مبارك له في كذا هذا كنية معطى الله تعالى لماذا؟ لأن الله تعالى من كتشوفك تحمد الله تعالى وكتمنى دوب نعمة على الأخ ديالك الله تعالى يرزقك تلك النعمة ويبارك لك أنت أيضا فيها النوع الثاني وهو المحمود يعني مش مذموم محمود يعني مش روع في الدين ديانا هو أنك تشوف أحد إنسان عنده واحد نعمة ما كتمنىش تزول منه لا انت كتمنى فقط تتكون عندك بحاله مثلا حناك العيش والأيام تظل جائحة دي الكورونا وكين هذا شهر رمضان شهر الرحمة والرحمة والمغفرة والعطاء والسخاء والجود كتشوف واحد إنسان مثلا كبشي كيشن القفاف دي الرمضان كيعون الناس الأرامي الكيكي كيف الرحوم جيدة بلآن الحمد لله نحن مقبلونا على العيد عيد الفطر يتلقى كيفش يكسروا الوليدات اللي ما عنده مش كتقول انت يا ربي كون اعطتيني بحالة السيدة هذا كون حتى أنا كمش نكسروا دي ذات اليتامة ونعون الناس اللي ما عنده مش والفقارة والناس اللي ما خدامين شهر الأيام ونشاري ليهم وكذا هذا من الحسد المحمود وهذا ما يسمى في الدين دينا بالغرطة الغرطة أنك تتمنى هذه النعمة تتكون عندك ولكن ألا يفقدها أخوك المسلم إذن فما حكم الحسدي في شرعني الإسلامي هو حرام أحبتي الكرام بلا شكة وبلا ريب في ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا إذن من تقول النبي عليه الصلاة والسلام تنهانا على الحسد فذلك يعني يدخل في إطار المنهية عنه كما الله تعالى كنهانا على بعض الأمور كذلك الحسد الحباب دينا خصنا البعض منه إذن فما إلاجه؟ هذا مرض الحسد لا مرض الحباب دينا شنو العلاج دينا في الدين الإسلامي؟ أول علاج لحباب دينا والاستعانة على قضاء الحوائجي بالكتمان نريد أن ندخل واحد لكونكور نريد أن ندوز واحد لامتيحان نريد أن نخطب واحد السيداء نريد إن شاء الله ندخل واحد للمشروع نريد أن نبدل العمل دينا نريد أن نسافر نريد أن نعمل دائما تكون لك العمل بينهم وفي الله سبحانه وتعالى لكي ربي يبارك لي فيه شكول لي رشدنا لهذا؟ رشدنا للنبي عليه الصلاة والسلام تقول استعينوا على قضاء حوائجيكم بالكتمان الحباب دينا لشو أمور؟ نحن نستهنو بها استعينوا على قضاء حوائجيكم بالكتمان من يقضيها الله سبحانه وتعالى؟ هذه استعقولها الناس مش عيب لماذا؟ حتى لا تصيبك عين حاسد أخي الكريم أختي الكريمة ثاني حاجة والمحافظ على قراءة آية الكرسي آية الكرسي عنده وحد الفضل العظيم إنسان يقرأ آية الكرسي خارج من الدار داخل الدار في العمل دياله في سيارة دياله في وسائل النقل نعمل نقرأ آية الكرسي مش تدرون نقرأ بوحد صوت مجهوري نقرأ بخافة أو نقرأ في نفسي لعل الله تعالى أن يبعد عني عين الحساد وكذلك صورة الإخلاص الحباب دينا والمعويذة وذلك إنسان اللي يجلزكم بإخير تكون عنده وحد يوردي يومي مثلاً من خرج من الدار ديالي كانت دعاء الدخول من البيت دعاء الدخول إلى البيت باش الله تعالى يعصمك ويحفظك إن شاء الله من شر الحسد آخر علاج إن شاء الله في هذه الحلقة المباركة وقراءة صورة الفاتحة ولذلك تسمى النبي عليه الصلاة والسلام بالشافية بالشافية صورة الفاتحة والحمد لله للمغاربة معروفة بحض الأمر دائماً يقرؤون صورة الفاتحة من يكبغو يدير مثلاً بذلك المسلم الفلاحي كيبغو متناني خطبوك كيبغو يدير زوجوك ويقالك أجل قراءة الفاتحة فأصبحت سنة محبوذة عند المغاربة والله الحمد أحبة الكرام أسأل العلي القدير أن يحفظني وأن يحفظكم من كل عين حاسد ومن كل عين متكبرين وأن يجعلني وإياكم من المحفوظين المحجوبين اللهم يا ربي إنا نسألك أن تحفظ علينا هذه النعم ما ظهر منها وما بطن اللهم يا ربي اجعلنا ممن صام رمضان إيماناً واحتساباً اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر يا أرحم الرحمن يا رب العالمين اللهم اشفع فينا الصيام والقرآن اللهم اشفع فينا الصيام والقرآن اللهم اشفع فينا الصيام والقرآن واحشرنا يا مولانا في زمرة المصطفى الحبيب خير الأنام ربنا ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير اللهم اصلي على سيدنا محمد في الأولين اللهم اصلي على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملعي العلا إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين